سفى للمضادات الحيوية أو استخدام عدة مضادات حيوية لنفس المريض في نفس الوقت هذا هو الذي يمكن أن يؤدي إلى وجود ميكروب مرثى هذه المقاورات العنقودية أيضا موجودة ليس فقط في المستشفيات أيضا موجودة في المجتمع خصوصا في المناطق المغلقة مثل السجون أو مثل النوادي الصحية أو النوادي الرياضية أو أيضا في الحضانات هذه البكتيريا أيضا ممكن تنتقل من الحيوانات المنزلية أو حيوانات الريف للإنسان والعكس صحيح هذه البكتيريا ممكن تعيش في أنف أو على الجلد وعن طريق الملامسة أو عن طريق العطف أو ممكن هذه البكتيريا تنتقل من شخص إلى آخر ترجمة نانسي قنقر